هي قبل المباشرة الآن هناك يعني الأخبار تأتينا حتى الآن عن سقوط مصابين وأنباء وفيات في صالة حسن مصطفى بالنادي الأهلي في 6 أكتوبر أثناء مباراة سوبر كرة السلة بين الأهلي والاتحاد نتمنى السلامة لكل الجماهير جمهير الأهلي والاتحاد الحاضرين في هذه المباراة نتمنى السلامة لكل المشجعين نتمنى السلامة لكل المصريين حيث احنا ولبنا لا تتحمل بأي حال من أحوال يعني كوالف جديدة نتمنى أيضا يعني أن الأمر يكون بسيط لو كان إصاباتنا نتمنى كلها هناك لا توجد خسائر بشرية هذا هو الخبر العاجل الآن قبل الهواء مباشرة سقوط مدرج في صالة حسن مصطفى بالنادي الأهلي في 6 أكتوبر أثناء مباراة الأهلي والاتحاد الإسكندري في صوبر كرة السل نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله سوف نوافيكم بالجديد خلال الحلقة إن شاء الله ورحب بيئة زميل العزيز الأستاذ أحمد سميح أحمد بسرخير بسرخير يا أستاذ أحمد وطبعا لا يا فتنة وواضح أنه واحد من المصابين كبير مشجعي نادي للتحاد سكندريا للأستاذ عادل شكل ومعرفش بقى الحجم الإصابة عملة إزاي أتمنى طبعا أتمنى أنه بيبقاش في أي وفيات وأتمنى طبعا بالتأكيد أنه الإصابات تكون طفيفة والموضوع ما يبقاش خطير لكن لا يفوتنا طبعا نحن نقول لحضراتكم أن مصر بتفكر في ظل هذا الحادث وفي ظل ظروف الاقتصادية الحالية مصر بتفكر بشكل جدي مع المملكة العربية السعودية والإمارات مهم يقدموا لكاس العالم في في واليونان مصر والإمارات والسعودية واليونان بيفكروا يقدموا لكاس العالم ملف واحد مرة أخرى يبدو أن التنفس الإقليمي هيعود مرة أخرى بسبب نجاح قطر في كل اللي عملته في كاس العالم الأخير المتميز والرائع أي مسجدات في مدرج حسن مصطفى في النادي الأهلي بستة أكتوبر حول هذا الحادث الذي جرى منذ دقائق بسقوط مدرج لمشجيع الأهلي والاتحاد حتى الآن تأتينا هي أخبار عن إصابات وأيضا عن وفيات نتمنى السلامة وأن يمر الأمر مرور الكرام نتمنى السلامة لكل المصريين